ما يجب أن أصرح أولاً هو سعادتي لمشاركتي في ويكي عربية الجزائر كما أشكر لجنة التنظيم على الوقت الذي خصصته لي أنا جمال الطاعي انظمت إلى ويكي بيديا العربية في يوليو 2019 بعد أن تعلمت خلال ويكي مساق وأساهم أيضاً في ويكي الاختباس وويكي كومنز وويكي بيانات بشكل منظم برغم أنني ضعيف في اللغة العربية الفصحى الحديثة سأحاول الحديث عن استحالة الانفتاح في مجتمع العربي وانفتاح في ويكي بيديا العربية ما سأقوله ليس محاضرة أو بحثاً أكاديمياً وليس بياناً سياسياً بل إنه قائم على تجاربي وقراءاتي وتصوراتي من حياتي ومصاحماتي الويكي بيديا لأنني كشخص ينتمي إلى جيل الأول من المحاجرين العرب في خارج العالم العربي أتحمل كثيراً وأحتم كثيراً أيضاً بمفاهيم الليبرالية قبل كل شيء الانفتاح بالنسبة لنوعان الانفتاح على الذات والانفتاح على الآخر يرتبط هذا النوعان ارتباطاً وثيغاً ببعض حما بعضه ولا يمكن فصلحهما بالطبع غد الانفتاح هو الجمود أو الركود إذا قبلنا هذا التعريف فأكثر الناس مستعداً لقبول الانفتاح هم أكثرهم جموداً موضوعي هو استحالة الانفتاح وعنوانه الفرع هو أسبابه وكيفيته لا توجد هناك أداة دقيقة لقياس الانفتاح أو جمود في أي مجتمع ويمكن لأي إنسان أو مجتمع قد يكون منفتحاً في حالة من حالات وجامداً في مكان آخر بكل أحوال ملخصة كلامي هو الانفتاح في مجتمع العربي يواجح الاستحالة ولكنه ليس هناك جمود في مواجحته هذا الدعائي الذي يبدو غامضاً ولكن إذا حققنا أكثر وسوف نفهم سبب هذا التناقض ممكن أغير رأي غداً لكنني اليوم والآن أعتقد أن الانفتاح ارتباطاً مباشراً في التاريخ العربي بمجالين وهما التصوف الإسلامي وأنشطة الأغليات سواء كانت أغلية دينية أم إرغية أم فكرية وتأثير هذا الأمرين لم يكن دائماً بالمواقة ففي النهاية لم يصل إلى نتيجة فعالة يبدو بعد دخول الاستعمال القربي إلى العالم العربي أصبحت مفاهيم التي دافعت أنها تانى المجموعة تانية ذات الصلة بحدها في المستعمرين وبالتالي تمت تحميشهم أو قمعهم فهنا كان عديد من الأسباب لمعارضة المستعمرين آنذاك أو الغربيين اليوم لكن التراث الثقافي العربي لا يمكن تجاحل شأن أن أبينا تاريخياً كان العرب منفتحين مع الآخرين فهناك الآلاف من الأمثلة التي يمكنني أعطيكم لهذا الدعاء لكنني أفضل تجنبه لهفظة بخت من ناحية الأخرى هناك عشرات الأمثلة للجمود والركود الفكري في التاريخ العربي فالتاريخ له مثال لكل شيء لكن في النهاية يبقى فكر الذي يمكن أن ينسق مع أصره بعد هذا الوضع وفقدان المبدأ غبول الانفتاح عند العرب من حل محلحاتين المجموعتين الداخليين هو الحضارة الغربية الخارجية وإن الخلاف بين من يقبلون أو يرفضون هذا الحضارة الثقافة ماذا لمستمرا وقد تآكل لذلك فإن الانفتاح يعيش حالة برضخية لدى الأرب فالانفتاح في المجتمع العربي أصبح مستحيلا ويواجه نزاعا لا علاقة له به فليس هناك جمود في مواجحته بل هناك تدخلات سياسية تمنعه أما عن الانفتاح في فيكيبيديا العربية بالنسبة للآخر بناء على تجاربي وملاحظاتي أرى أننا نحتم كثيرا بالحضارة الغربية ونترجم العديد من المغالات من الويكيبيديا الإنجليزية أو فرنسية لكننا غافلين عن اللغات المجاورة للعربية كالتركية والفارسية والكردية والعبرية وأمهرية والبرتغالية والإسبانية بالطبع في مثل هذا التقسيم لا يمكن لهم الجزائريين لأن الفرنسا يمكن اعتبارها جارة حم الشمالية أما بالنسبة إلى فلسفات ويكيبيديا المتضاربة يبدو أننا لسنا منفتحين على فلسفات مختلفة وأظن أن إدارة ويكيبيديا العربية تميل إلى ويكيب بيروقراطية ثم حزفية الفلسفات الأخرى لم تترجم بعد إلى العربية حتى نتكلم عنهم هناك جانب آخر في ويكيبيديا العربية له علاقة بالإنفتاح وهو النسخ العربية الأخرى من الويكيبيديا حيث يوجد هناك ويكيبيديا المصرية والدارجة المغربية هناك معارضة كبيرة في الويكيبيديا العربية لهذه النسختين لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين لكننا بيننا بوصفنا كعرب ليس هناك انفتاح على الذات وعلى الآخر وهناك تحيز معرفي بالنسبة إلى ما نسميها اللهجات العربية ونعتبر اللهجات كأنها مجرد لقات سوقية باستثناء لهذا الحالات الثلاثة التي ذكرتها أنا أعتبر ويكيبيديا العربية موسوعة منفتحة بشكل عام شكرا للاستماع تحياتي لكم وللجنة التنظيم